وهفكرك بالسلايد الاخير اللي كنا قفنا عنده وهي بعض القوانين الخاصة بشابتر 3 ابتديتها قدام حضرتك كده لو بصيت على السكريم بتاعنا هتلاقي أسطولد لو بيقول لحضرتك الكي اللي هو الايونيزيشن كونسطنت ايكوال ألفا سكوير مضروبة في السي اللي هي الكونسنتريشن تحتها على طول جبت كده دريفاتف منها روح تعالي لحركة وانا حابة بحس بالألفا يبقى السكوير روت بتاعت الكي اوفر سي الناحية التانية برضو ألفا ممكن نجيبها هي قدام حضرتك آينز على سي الآينز بقى بتاعتنا يقيمة بطريقتين يقيمة بجيب لسكوير روت بتاعت الكي في السي يقيمة بضرب الألفا في سي مين هي الآينز هي قدام حضرتك قد تكون الهايدوتين آين كونسنتريشن او ساعات هيدرونيوم قد يكون الهايدروكسايل آين كونسنتريشن الاتنين بيجوا منين لسكوير روت بتاع الكي ايونيزيشن كونسطنت مضروب في سي او ضربتنا ألفا في سي الاتنين مضروبين في بعض لو تفتكروا احنا بندرس الائونيك برودكتوف ووتر كان الناتج بتاعهم 10 بار نيجاتف 14 سميناه ايونيك برودكتوف ووتر يبقى كل واحد منهم لو الماء نيوترل ب10 بار نيجاتف 7 طيب لو جبت نيجاتف لوج اللي بنسميه هادجين اكسبونت للبي ايتش يبقى يطلع ب7 في حالة النيوترال ووتر لو جبت باردو البي او ايتش يبقى نيجاتف لوج اللي او ايتش وقتها يعني باردو يطلع ب7 فمجموحهم 14 ده بيساعدنا كتير تعاني تشوف كده مسائل على القصة دي المسألة قدام حضرتك بتقولي ال ايونيزيشن كونستون بتاع اثاتيك أسد انا حطيت كده حطيت خط تحت أسد يعني هو الجيفن بتاعي عبارة عن أسد شباب عينك حلوة لازم تقرأ بالحلاوة دي بالهدوء بالقدرة دي وبعدين بيقولي ده ويك أسد يا سيدي حتى لو مقالش وانس ان هوم الديني ما بين 2 براكت الايونيزيشن كونستون تيبه هو ويك ليه اصلا السترونج أسد دايما ما عندوش 100% ما عندوش ايونيزيشن كونستون فيش دي جريف ايونيزيشن ده كل المالك اللي ستحاول إله اينز وإضاءة كهرباء ما حصلتش وقصة يعني جميل بيقولي كونسنتريشن تاحها مديني الواليو سي وعيني يقولي احسب اه احسب البي او ايج يعني هوم الديني اسد فالتو فاليوز دول يخلوني الاول احسب الو ايج كونسنتريشن بعد ما اجيب الو ايج كونسنتريشن رح حاسب البي او ايج او تفضل تفضل خلي بالك يعني يبقى يبقى suggestion هنا أنه يديني اسد ويطلب بي او ايج او يديني بي ايج ويطلب بي ايج طب وانا مالي هو طبعا هوم الديني اسد يبقى احسب الاول بي ايج ويطرح من 14 ما دائما مجموحهم 14 طب من ديني بيز لا أحسب الأول البي و ايش وعكده أطرح من 14 حسبت الهايدرونيا معين كونسنتريشن سكوير روت بتاع الكيفل سي سهلة جدا تلات معايا value خدت الvalue زي ما هي عالكالكولياتر رحت دايس له نوج شافت لوج رحت جايب كده عمي حاجة هوا شيك قوي ال ايه 2.5 طرحت من 14 يا بطل رحت جايب مين 11.5 يبقى أنت تتخلي بالك من هنا هل هو مديني asset given عشان كي يقول لك يقراها أفهمها يبقى أحسب الأول البي ايش واطرح من 14 لو هو عايز البي ايش والعكس لو هو مدي بيز في عنديني نوعية تانية من المسائل خاصة بحاجة اسمها solubility product بيقول لي احسب solubility product لو تسمح لي بتاعة الالمينيوم هادروكسايد بص بقى الجيفل مديني ايه ذات degree of solubility ايه degree of solubility معنى degree of solubility سيدي انا مش قوي يعني degree درجة دوابان يعني الشوية اللي دابه يبقى ده concentration تاعة الرياكسايد يعني بص كده على الأرقام نفس الجيفن value هي بتاعة الرياكسايد اللي هي الالمينيوم هادروكسايد لو بصيت على البالنس لقى كل وان مول من الالمينيوم هادروكسايد تدي بنفسه نفس العدد من الالمينيوم يبقى concentration تاعة الالمينيوم هادروكسايد هو هو concentration تاعة الالمينيوم الاثنين واحد إنما في ال-OH بقى الكنسنترشن بتاع ال-OH لقى لازم أضرب في 3 ليه 3؟ ال-balance تاحها 1-3 يبقى ده 10 power negative 6 يوشك هناك 3 multiplied 10 power negative 6 طب الرول نفسها بتقول لي إيه؟ أهو الألمينيوم مالوش balance مالوش power ال-hydroxide ب-balance 3 يبقى يطلع بال-power 3 عود بقى بالأرقام اللي انت كتبتها تحت خلاص تطلع الأنثر وتختار يبقى انت فيما يختص السوليباليتي برودكت ركز لنا في حتة بقى هل هو مدي حاجة اسمها ديجريا والسوليباليتي دي ال-reactant طيب لما مديك ال-reactant يا بطل يبقى لازم أعمل حساب ال-balance تحت ال-product ودايما بعوض بال-product دايما بعوض بال-product طب ولو مديني ال-product جاهز سوشك يبقى هو الراجل مع نفسه عمل حساب ال-balance وضرب ومديني الأنثر فأنا بعوض طب والرول لأصلها ال-balance يطلع power عوض وتوكلنا على الله راجل بيقول لي indicator not used أنا كده خلط بقى حتة بص حتة من chapter 2 ألوان ال-indicator ومعاك جدوى الجميل أوي في كتاب المدرسة بتاعك open book بيديك الألوان وحتة من chapter 3 اللي هي الصوت ده acid basic ولا neuter فالراجل ما يديني كده من ال-indicator اللي ما بيفرقش ما بيعملش differentiation ما بيعملش distinguish ما بين واحد ammonium chloride أنا عارف ال-amonium ده weak و chloride strong حتى أنا عارفه نعم chapter 2 the strong acid radicals الجميلة اللي ورا بعضها والتاني sodium chloride ده strong sodium والتاني strong chloride يبقى برضو neutral يعني الأولاني acidic عشان فيه chloride strong acidic radical التاني neutral لأنه الاثنين ايه strong طيب معناتها ايه معناتها مين ما بيفرقش ما بين solution نوعه acidic و solution نوعه neutral ايوة ده الفين والفسالين ليه يا فندم الفين والفسالين اصل الفين والفسالين بشكل سهل جدا هو ايه colorless في ال-acidic و colorless في ال-neutral ده في ال-basic بيبقى red لو بصيت في الجد يبقى انا هاختار هنا الفين والايه في السالين ماشي بص عملت ايه تاني بص 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 انا بقى الشغل معك اهو عملي applied اهو اللي هو بيقول لي ايه اه اه اريت السؤال فهمتها فهمت هو بيقول ايه بيقول لي ammonium chloride عرفت انه اسدك و sodium chloride عرفت انه هو neutral وبعدين رتبتها في ذهني رتبتها في ذهني ازاي رتبتها في ذهني اه ان انا عايز ال-indicator اللي في ال-acidic و في ال-neutral الاتنين زي بعض يبقى انا هرجع بقى ال-open book حتى لو انا بصيت في ال-open book انا بدور وانا عارف انا بدور على ايه على مين ال-indicator اللي في ال-acidic وال-neutral الاتنين زي بعض اخترتها وانا رايق وعارف انا بردت بازاي انا وعدتك في اول كلامنا ان الجملة دي هقولها كتير تقراها تفهمها ترتبها تكتبها مثال حلو قوي كده تعالى نفتكر بيه بيقولي ال-pH يا بطل 7 ده معناتها solution neutral اي value عندك mathematical يقل من 7 لغاية 0 يبقى acid وكل اما ال-value تقل وعتنس ال-acidity بتزيد طيب علينا عن 7 يبقى basic وال-alcalinity تزيد شيك قوي الحكاية دي تفكرني بحاجة انا مش دايما مجموحهم 14 اه يا فاند يبقى لو ال-pH ب7 تبقى برضو ال-pH ب7 تشكرين قوي يبقى ال-pH ب7 برضو neutral هنا كل اما ال-value بتاعت ال-pH بص تحت تقل 6-5 وانت نازل يبقى ال-pH تزيد بس برضو ال-indication واحد acid وبتزيد حلو قوي طب ال-pH كل اما ال-value بتاعتها تقل ال-calinity وبتزيد مش يكتبوا بقى بين انا مش هاعد بقى ال-2 انا عارف واحد منهم واعكس التاني يعني عندك ال-pH 7 7 اي رقم أقل من 7 تبقى acid كل اصيدة تزيد يعكسها في ال-pH طب عندك ال-pH ال-pH اعلى من 7 برافو اعلى من 7 يبقى ال-calinity بتزيد يبقى هناك ال-pH اقل من 7 كمثال لو جيت اقول لك ammonium acetate ammonium دويك وacetate ويك يعني بقى solution neutral يبقى في النص neutral ال-2 زي بعض pH بتاعته 7-7 طيب راح ايه اللي كده potassium carbonate potassium ده strong وcarbonate weak acidic يبقى ده strong basic potassium يبقى solution basic طب انا نسيتهم مما عندك في ال-open book مين للسرنج ومين للويك جميل عرفت انه basic يبقى ال-pH بتاعته more than 7 خلاص يبقى ال-pH less than 7 خلاص مع ال-pH مجموحهم 14 يبقى عرفت واحد التاني عكسه طيب راح مديني ammonium chloride ammonium ده weak basic و-chloride strong acidic يعني الصوت بتاعي ده acidic برافو طب انا ناسي مما معك ال-open book تعرف مين للسرنج مين للويك عرفت انه اسادك اسادك يبقى ال-pH less than 7 وال-pH more than 7 نتنقل كده لبعض الحاجات الحلوة جميلة اوي بص راتبها كده في chapter كهربا كهربا جميلة السلام بقى anode و-cathode بص كده الافكار اللي عايزة سبتها لك عشان من ايه من توهش ومن روحش بعيدة عن بعض anode يبقى anode attracting ده اختصاره اللغوي على فكرة او العلمي anode هو الروض اللي بيشد ال-anode يبقى ال-anode طول عمرها تروح لل-anode طب ويحصل لها ايه oxidation لما يحصل لها oxidation يعني تعمل losing يبقى على طول الماس decrease بتاعت ال-anode نفسه تقل يبقى هو source of electrons لل-wire جميل ويبقى receiving current اه ما اتجاه ال-electron زي من عكس ال-current في مراجعة الفيزيكس بقى مع الاساس الجمال كده مستر احمد سامير هيقول لك بقى اه يا فندم والله ده ال-electron ماشية من ال-negative لل-possible يبقى ال-current عكسها والدنيا تترتب معك بسم الله يا ما شاء الله زي من تعال طيب الكاثود اعكس بقى ما هو الكاثود يبقى بسم المذاكرة cateins attracting growth وبيحصل عنده reduction وهناك كانت mass decrease يبقى هنا الماس هيوة increase وبعدين هناك كان بيقول لي source of electrons للواير لا اعكس يبقى ده receiving electrons من الواير ويبقى منتهى البساطة عكسها current اللي ممكن بقى يعمل لك شوية كده يعني disturbed شوية ها دي انه في الجالفان اكسل الانود negative cathode positive وفي الالكترولاتيك سال عكسها خلاص يبقى انا مش هوجع دماغي الانود ثوابت بصنا هعيد تاني كتير anine attracting road لازم تروح له الانين ويحصل عنده oxidation ووزنه يقل جميل اوي كل دول sequentially كده وربعة جميل بس في الجالفانيك negative وفي الالكترولاتيك positive طب والكاثود تروح له الكاتين عليه charge positive ووزنه يزيد جميل اوي بص الترتيبة اللي قدامك طب دي هستكل لها في ايه بص السؤال اللي جاي كده بشكل حلو اوي كده بيقول لي انا بعمل plating يعني هاطلي هاطلي مين if I'm metallic object اين كان metallic object وبعدين بيقول لي pure gold اه ارجع بقى كده الapplication ومعاياك كتاب يبقى الانود من الجولد الانود من الجولد ليه الانود metal to plate with هو ده اللي انا جايبه كأنود حلو قوي وبعدها قال لي والسليوشن بتاعي gold 3 جميل السليوشن بتاعي gold 3 الكاتاينز اللي جوه هي عبارة عن gold 3 بيقول لي which of the following represents ايه اللي يحصل عند الانود وعند مش مهمة بقى خلاص بص كل اللي فاده مات او الله هي مات ليه الانود دايما هيحصل عنده oxidation ووزنه يقل والكاثوت دايما بيحصل عنده وزنه يزيد ماش ماش مالهاش علاقة لو بصيت في اختياراتك كده هتلاقي بص الماس تاعد الانود decrease ممكن not change لا increase لا decrease يعني يا ايه يا بي يعني بي و سي راحوا يا ايه يا دي فجيت انه في رقم ايه دي عملية reduction اه gold 3 خد الالكترانز حصل له reduction نما هنا دي عملية oxidation ده كانت chloride معاها negative بقت neutral لا يا فندي موافقنا عليه خلاص هو في رقم ايه النص التاني لازم يحصل عند الكاثود reduction ده الوحيدة اللي انطبقت فيها الاثنين بها دي وانا مرتاح بصي بقى الحلاوة دي بيقول لي ايه اعتقد سؤال دا كان عندكم في احد امتحانات الترايل كده بيقول لي cell A1 يعني فيها molten sodium chloride واضح من رسمة اهو ادي المولتن sodium chloride عند حضرتها cell التانية رقم 2 بيقول لي دي فيها sodium chloride اكوس يعني sodium chloride ومي مع كده بيقول لي انا عملت عملية الالكتراليسز ميد انا عايزك بقى تعرف لي مين اللي تكون عند X Y Z و L طبعا واضح في الرسمة X Y Z و L اللي هما الروتز اللي عندي طيب انا بستنتج ايه بفكر ازاي من الرسمة بص كده البطارية بتاعتنا دايما الخط الطويل ده بيبقى خط القصير بيبقى جميل positive هنا ما عنديش غير sodium chloride يبقى ده الوحيد يجيله chlorine ليه ما هو positive يجيله negative chlorine طب ال Y الناحية التانية ده negative يبقى يجيله لصودي ما فيش غيرهم sodium chloride طب هنا اه بص ده negative L negative L يبقى ده يا hydrogen يا صودي ما عنديش data يعني راجل ما تدينيش قيم oxidation او reduction potential او values قدر اعرف بيها مين اللي هيحصل l-oxidation او reduction ولا فانا حطت في ال properties تاعتي يا hydrogen يا sodium طب والتاني اهو يا oxygen يا chlorine خلاص يبقى ده ال options اللي عندي ال X دايما chlorine Y sodium Z يا oxygen يا chlorine L يا hydrogen يا sodium لو انت دققت يا الله يا كريم بص كده ده الاختيار الوحيد اللي ينطبق فيه انه L hydrogen يا جماعة هوبس الhydrogen عند ال L ده اللي بعدها chlorine ده never يا جماعة ال L ده وانت بيجيب لي chlorine negative chlorine negative oxygen negative دول موجودين عند الزاد يعني الاختيار الاولاني اخترته بنانا عليه انا متأكد مليون في المية من انه الhydrogen هيخرج عند ال Road L ما فيش اختيار تاني فيه options تانية صحة غيرها يبقى هو ده الوحيد صح حتى لو بقيت الاختيارات بتاعتي مش ركبة مش جايبة معايا مش متأكد منها دي ميزة امتحانات تاعت ال MCQ او الختار انك ممكن في تجميعة اختيارات على بعض او فيه اختيار انا متطمل له قوي والباقي مش قدي كده والباقي كله مايركبش يبقى هو ده زي ما حصل معاك هنا اختيار ايه نتيجة انك متأكد تماما من انه الهادجين عند الال الباقي مش متأكد الزد عنده كلورين اولا لا يبقى شكرا وانا مرتاح البال والضمير افتكر بقى معانا بعض الرولز الجميلة كده بص بيقول لي ايه وان مول من الالكترون الوان مول من الالكترون دي يا شباب بتيجي منين وان فردية بلغة الالكترس تحرك وان مول بالكترون تكون حاجة اسمها اكوابلنت ماس حلوة دي لو انا شلت بقى الوان مول بالكترون وربط يبقى دايما الوان فردية هيرصب اكوابلنت ماس حلو الوان فردية رصب اكوابلنت طب يفرض ايه ماس تانية يعني انا عايز ارصب ايه ان كانت الماس شوف بقى الكوانتيتي اللي انت عايز يعني لو حديك عملت الكروس ملتبليكيشن كده اللي اصودي الاكوابلنت ماس الناحية التانية تبقى فردية في الماس على الاكوابلنت ماس طب ما الاكوابلنت ماس دي يا مستر عبارة عن اتوميك ماس على الفيلنس شيك طلع الفيلنس يفوق under under تطلع over اصبح عندك شكلين ررور اهي فردية في الماس على الاكوابلنت والتانية فردية في الماس الفيلنس يطلعها تفوق على الاتوميك ماس دي الشيك قوي اين كانت الماس اشتركوا في القناة 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 التاني رايحة للهيدروجين يبقى انا بحسب اوكسيديشن بوتينشل لو العكس لو الالكترونز بتتحرك من الهيدروجين للمتال التاني يبقى انا بحسب ريداكشن بوتينشل بيقولي you know that ومديني شوية جيفن بوتاسيوم كان بوزوتف بقى زيرو دي معناتها ريداكشن والكبر كان بوزوتف بقى زيرو برضو معناتها ريداكشن طب بيقولي ده نسال دياجرام ربريزنتين هادي هالسال ال two given values دول ريداكشن بوتينشل انا كده مش هعرف ليه اصلا انا تعودت دايما زي ما اهل الالكتريست بيقولوا دايما بيقولوا بوتينشل فانا البوتينشل عندهم ده اللي هو ريفيرنج للأوكسيديشن بوتينشل يبقى لازم الاول بقى بص الفاليو بتاعت البوتاسيوم دي اللي بالساين نيجاتيب دي ريداكشن احولها لو تسمع الكبر برضو الفاليو دي من بوزوتف لزيرو ريداكشن لا 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 ما بشتغلش ريداكشن بشتغل اوكسيديشن لان لو اشتغلت ريداكشن هتوه انا اشتغل اوكسيديشن ليه لان اللي عنده فاليو اعلى بص انا هتتك على ايه اعلى اوكسيديشن اعلى اوكسيديشن يبقى انود شكرين اول فتحت بق كتير اعلى اوكسيديشن يبقى انود اعلى معانا بقى يبقى اللي عنده اوكسيديشن بوتينشيل اعلى يبقى ده الأنود أقل يبقى ده كاثوت شكرا يبقى أنا عايز البوتاسيوم يحصل لأوكسيديشن يعني عكس دي يعني يبقى من زيرو البوزيتف طيب والكبر لأ سيبها زي ما هي من من توزيتف لزيرو بس خلي بالك دي 2 دي 1 يعمل بالانس يعني إيه هاتكد تشارج الأولاني بالانس التاني يعني هنا وان ما تكتب تشارج التاني بالانس الأولان شكريه يبقى أنا رقم واحد لو مديني ريداكشن بوتينش يب Dinش بشتغلش بالريداكشن بوتينش هاتبه مش هعرف أنا دايما بشتغل بالأوكسيديشن بوتينش طيب اللي عنديه أوكسيديشن بوتينش الأعلى يبقى أنود أهبص أعلى أنود أكتف أعمل أكسيديشن كل اللي إنت عايز تقوله بقى طيب ما أعلى أكتف أنود يحصل له أكسيديش ويبقى التاني يحصله ريداك تشارج يتغير من زيرو البوزيتف طب يعني اين reduction لcharge يتغير من positive لزيرو بس لازم يبقى فيه equality ومش معقولة ده بيفقد 2 electrons ده ياخد واحد بس او ده يفقد 3 وده ياخد 6 يجيبه منين يبقى لازم number of charges تبقى equal يبقى هجيبها منين charge الاولاني balance التاني وcharge التاني balance الاولاني نشوف مثال قريب كده طيب مديني element ومديني reduction potential A B C U D بس مديني reduction potential لا انا مش هكمل ليه اصلا قيم ال reduction potential دي بيطلخبطني بصراحة ربنا لا انا حاولها على طول oxydation طبس هو عايز الاول بيقول لي which should the previous metal can be used as a scarifying electrode لا معليش ايه scarifying electrode دي اهو احنا اي متل بيحصل له rusting ماشي طب ولو المتل حصل له rusting بيبقى exposed للair وصد شكرا طيب انا عايز اعمله protection بعمله covering بغطيه طب بغطيه ازاي انا بغطيه بمتل تاني فالمتل التاني اللي هو الكافر بيسموه كده يا anodic protection او anodic covering لما يبقى اللي جاي من بره more active طب ولو اللي انا بغطي بيه لاز active يبقى cathodic ليه لو حصل scratching لو حصل scratching يبقى الانodic اللي هو المور active هو اللي يصدي والمتل بتاعي لا يعني لو انا عندي حتة iron كده covered بزنك خلاص طول ما هي covered هي protected طب افرد حصل scratching يبقى الزنك عشان هو المور active يصدي يلا مع الف سلامة ويبقى الiron protect طب افرد انا عمله covering بsilver بcover عمله covering بplatine بتن اصدير صفي حاجة ليس active برضو covering ما حصلش حاجة طب افرد اتكشف يبقى الiron هو المور active يحصل له فكلمة scarifying او sacrificing زي ما بيقولوها ده لو انا عمله anodic protection يبقى انا عايزة اه ايه اللي انت بتقوله ده يا مستر ايه كل ده ما دي معنى كلمة ارتها فيه امتها فيه امتها يعني ما هو كلمة scarifying او sacrificing electrol ساعت ناس بتقولها كده دي معناتها انه لازم الcover اللي بره يبقى مور ايه active طب انا هاختار من دي المور active بنان على ايه يا حبيبي ما هي بقى بانت لما انت تتحول ال values ل oxidation potential فهتلاقي كده اعلى value عندك اللي هو element b يبقى ده ينفع يعمل covering للباقي بسيستم الانودic protection او ثمناه scarifying electrol بعدين شوية اقل منه شوية ايه يبقى ايه ينفع لسي و دي اقل منه شوية دي دي ينفع لمين لسي فوسط اختياراتك ايه يعمل protection لبي يعني الاقل للأعلى يبقى cathodic protection مش انودك لما تلزمناش سي لأيه سي لأيه ده اقل منها برضو يبقى cathodic protection سي لدي اقل لأعلى لأ برضو يبقى الوحيدة هي بي عنده value اعلى يعمل covering لأيه oxidation potential اقل يبقى ده اسمه anodic protection او sacrificing او scarifying سعب بنقولها electrol بيقول لي او ثلاثة roads ثلاثة different roads ا و ب و س حطتهم في ال HCL حطتهم في ال HCL يعني ضفت التلاتة كده حطتهم في مين HCL ايه و بي تفعله و سي ما تفعلش ماشي ايه و بي تفعله و سي ما تفعلش هاين بيقول لي الroad A اتحط في ions تاعت الroad B يعني ايه تحط في solution من B crude كلمة crude يعني تفاعل يعني صد so the arranger this element ايه طب لأ استنى بقى عشان اترجم الكلام الراجل كده بص انا هاخد ده بالراحة كده بمزاجي كده بالهداوة عشان استوعد معنى كلمة اقراها افهمها ارتبها A و B و C ثلاثة elements يشكر A و B تفعله حاضر و C ما تفعلش يبقى A و B more active than hydrogen تفعله شكرا لما حطيت A في B حصل له كروجن يعني A لما حطيته في B كلمة كروجن يعني تفعل يبقى A more active عن B يبقى انا عرفت A more active عن B واللي 2 more active عن C بص معنى كلامي اهو اهو معنى كلامي اهو ال A مع ال HCL تفاعل يبقى ال A more active ال B مع ال HCL تفاعل يبقى ال B more active ال C ما تفعلش يبقى ده لس ايه active طب ال A مع ال HCL حصل reaction حصل كروجن يبقى A more active عن B جميل يبقى ال range متعباره عن مين A more active عن B و B more active عن C يبقى انا كده بشكل بسيط رتبت الامور او عرفت ان انا اجوابها اه اتمنى بقى من حضراتكو كده استيعاب شيك قوي انت عايز ايه عايز اجيب نمرة طيب هرجع لسؤال اللي ابتديت بيه كلامي هجيب النمرة ازاي النمرة دي تيجي ازاي حاضر نمرة دي تيجي من كده ذكرت ذكرت رجعت رجعت بصيت كتير عدت وزيت توكل على الله نمى جوه اللجنة اتصرف ازاي جوه اللجنة لازم تعمل الاتي واحد لو انت مقتنع تماما انك قادر انك انت تجاوب وتعمل اللي انت عايز وهتعمله مقتنع بده ازاي بقى اني عندي نظام دايما كده رجالتنا الجميلة بناتنا الحلوين نقولهم كده نظام يمنع غلط نظامك يعني ايه الاربع خطوات اللي قلت لحضرتك عليهم اللي هم اقراها افهمها ارتبها قبل ما اكتبها يعني اقراها اه يا فندم اقراها اقراها بالراحة كده استوعب اه ايه اللي بيحصل قال ايه حكى في ايه فهمتها طب انا هرتبها هرتبها يعني اعمل ايه يعني انا بالراحة هو قال دي لما تضاف على دي تكون ده وده لما يضاف على ده يعمل ده شكرا اكتبها اكتبها خلاص انا عرفت هي دي الاجابة لو انت عملت لاربع خطوات دول اسمعني كويس chemistry physics biology ماثل اللي يجيلك استحالة كان دايما كده والدي يقول يالله يرحمه تلت اربع الاجابة في السؤال بس اللي يعرف يقرأ اتمنى تعرف تعرف مرحلة بقى اللي جاي عايزك تعرف تعرف يعني هناخد بقى شوية امثلة كده وهديك دايما كده عشر خماشر ثانية كده اقرأ خمستاشر ثانية كده تعرف يلا ولادي عارفين خماشر دي اقرأ بيقول لي alkaline hydrolysis للكمباوند ده هو رسم كمباوند C3H7PR اللي doesn't contain methylene doesn't contain methylene او ساعاتي يسموها methene الميثايلين الله تبدأ C3 يعني هم تلاتة كاربون كنا دايما بنقول اولنا CH3 اخرنا CH3 متكرر اهو CH2 مفيش CH2 هو بيقول لي مش عايز CH2 يبقى اكيد الBR اللي كاتبها جاية من CH2 بص كده بيقول لي طب الكمباوند يبقى ايه اهو لو انا عايز ما يبقاش فيها CH2 دي معناتها ايه ما تجيش في الاول ولا في الاخر تيجي في الداخل اهو يبقى البرومين لازم عالكربونة التانية عشان ما يبقاش فيه CH2 طب مدى لما عمله alkaline hydrolysis يا جماعة ده secondary alkyl two chemical compounds A و B انا عملت heating لإيه في غاز تكون ما له الغاز ده بيقول لي use reduction of iron oxide استنى انا سخنت compound A ادى هو مين اللي بيعمل reduction للiron ايوه carbon monoxide يبقى الكمباوند الاولاني لما بسخنه بيخرج carbon monoxide اللي بيعمل يستغلوه للreduction في عمليات الايه extraction of iron طب الكمباوند B produces gas مالو بقى changes the color بتاع paper withed dichromate من orange لجريم طب واحدة بواحدة يبقى ده هيخرج غاز يغير dichromate طب انا ناسي dichromate افتح الابن بوك يا بطل تلاقي الغاز ده هو sulfur dioxide الله يعني الكمباوند الاولاني كوين لي carbon monoxide والكمباوند التاني كوين sulfur dioxide اختيارات ايه iron 2 sulfate هيجي منين carbon iron 2 sulfate مفيش carbon iron 2 carbonate ممكن سادة يخرج carbon لا ده يخرج carbon dioxide يا شيخ اه يعني اه الاخير iron 2 oxalate شكرا ايه ده وانا معرفش التاني مش مهم احنا لسه قايلين اهو انا تأكدت مليون في المية انه الايه صح وما فيش والاح تاني يركب يبقى هو الاختيار رقم دي طب بناني على ايه يعني بص هيحصل معاك في الامتحان كده هتلاقي في عندك حالات من الاسئلة التركيبة بتاعت بيم انا يكفيني معلومة من الكتاب اتربطت بمعلومات تانية ما عرفهاش بس المعلومة دي صح والله العظيم صح يبقى هو ده الاختيار يبقى انا ليه محتاج انه لازم يبقى كل توتل ايه وبي و سي ودي عارفهم انا وانس انه ايه صح وبقيت الاختيارات بتاعتي الاختيار الاول التاني التالت مش ركبين واختيار الرابع بس هو اللي فيه صح يبقى اكيد بقيت الاختيارات بتاعت وصح دي تاني تالت مرة جيب لك نفس الفكرة بيقول لي الايرن فالنج يوز تو ديفرنشيت ما بين اه ده سؤال واسع ده نوعية بقى من الاسئلة انت مرن عليها ايرن فالنج يوز تو ديفرنشيت هستغلها عشان افرق فانا الباب واقع لاجمعها الاختيارات كلها كونسنتريتد سالفوريك كونسنتريتد نايتريك اه باين كان الكنسنتريتد سالفوريك بيخرج سالفر دايكسايد والنيتريك ما بيتفعيلش عشان باسابتي طب الديليوتد هيدريك ديليوتد سالفوريك لا اعتقد كانت باين في الابن بوك يا فاندم كان الايرن مع الاتنين بيخرج هايدوجين والاتنين كده الهايدوجين دايما جايز بنفس الايه البروبرتي اللي هو بيرنج ببوب شعب ايرن ايرن يفرع ما بين ايرن 2 سولت و ايرن 3 سولت مش معقولة لحظة اللي امتحان بي يعني انا مش سازج للدرجات يا جماعة ما ينفعش ايرن يتفعل مع ايرن 2 سالفيت هيعمل ايه هيدي ايرن 2 سالفيت برضو يبقى سي و دي حتى عيب يعني ما كملهمش مهم ايه و بيه طب ما انا كده عرفته خلاص اهو النيتريك أسد بيعمل كونسنتريتد سالفوريك أسد بيعمل لي سالفر دايكسايد جاز اهي واضحة قدام عينيك والداليوتد سالفوريك بيخرج هايدروجين جاز والداليوتد هايدروكلوريك برضو في الاختيار التاني بيخرج الهايدروجين جاز يبقى هو الاختيار الاولاني و انا مرتاح ارتها نوعية دي فتح الباب لازم اكمل اختيارات يبقى اكملت قراءة الاختيارات كلها بشكل في منتقى الشياك تمام كمل يا معل بيقول لي study the following diagram وبعدين اختار لي او كمل لي التركيب حاضر يا فهمت نكمل مين ال diagram ده بوص بقى اهو ده اكبر حاجة لو تسمح عشان اقراها عشان افهمها ادي الايرون مع كلورين في الموسوع العلمي اللي عنده في كتاب المدرسة يدي iron 3 chloride ماشي ال iron 3 chloride مع sodium hydroxide يبقى iron 3 hydroxide يشكر ال iron 3 hydroxide سخن هو انت واخد في كتاب above 200 ما عنديش مانا اه above 200 ولكن هنا ما جاب اي value 400 500 300 هو حر 250 مش مشكلة يدي ده iron 3 oxide جماعيش يبقى انا عرفت ده iron 3 chloride iron 3 hydroxide والاخير iron 3 oxide في اختياراتي انا عايز رقم 1 iron 3 chloride هو مآخر اتنين رقم 2 iron 3 hydroxide هو الاخير خلاص مش مهم يبقى الاخراني اكيد صح مو ريح قلبك وخلاص ما هو ده اكيد صح ما عنديش غيره الراجل بيقول لي ضفت بوتاسيوم برمنجانيت في الكلين ميديا خلي بالك من الكلين ميديا دي معي بوتاسيوم برمنجانيت الكلين ميديا ده كان الرياكشن بتاع بايرز رياكشن بتاع بايرز فياكر اللي هو الviolet color يختفي ومضيف OH يمين OH شمال على الدبل substance A وB separate يعني في مادة A ومادة B ضفت عليهم الكلين بوتاسيوم برمنجانيت بيقول لي لاحزنا انه الكلر disappear مع اي اوب طالما الكلر اختفى مع رقم A يبقى ده فيها double and doesn't يبقى خلاص رقم B ما تفعلش يبقى ده single يبقى انا عرفت انه اي double ماشي مالها بقى بيقول لي مين في دول correct اه طب نقرأ ايه two missile two pentane two missile two pentane يعني ال double على الكربونة التانية يعني تاخد OH مين OH شمال يبقى على two three صح تصدق خلاص مكملش الله ليه يا مستر مكملش ليه يعني ليه ما كملهاش طب استنى هديك الهنت الاول عشان اقولك ادي compound اللي قدامك عشان تتخيل ادي double ما بين two three لانه قال two pentane يعني على الكربونة التانية لما تبقى double على الكربونة التانية حبيبي يبقى معناتها ال OH على two و three اهي OH على two و three ما ينفعش زي اللي تحت على one و two تيجي منين one و two دي صح مش هكمل ليه يا عمي الحاج مش هكمل مع قصة بص الباقي two methyl two pentane one and two ما هتبقى غلط طب prop in والaddition done على two and three هم عندوش two and three البروفيل هو عنده one and two دايما اللي فيها double طب انا ليه يا مستر ما خلتنيش اكمل يا حبيبي هل انا عندي اختيار من الاختيارات لو تسمح في A و B في B و C في All Previous لا طب الاختيار انت موافق عليه وتبصم اه وبصيت على equation لقيتها صح خلاص اكمل اكمل ايه اكمل ايه نوع بص ابقاش انا clear واضح في عقلي في ذهني في تفكيري وجاوبت واخترت وبعين ارجع على اخبط نفسي باختيارات تانية ده بيعمل disturbance لعقلك لتفكيرك وإياك الله يكريمك جوه اللجنة تعمل دي انك يبقى عندك اجابة واضحة clear وحدك بين اه ايه دي بس هي اللي موجودة عندي في الاختيارات وهي اللي صح وبعيني لا انا عايز الاخبط نفسي لا انا عايز اخش في بي و سي و دي وقراهم ليه ابقى انا عقلي بيفكر ما احترامنا الشديد اللي منك وبيسوق كده هيفهمني شارع واسع clear جميل خالص واش براحتي خالص خالص وبعين لا والله انا عايز اخش في الشارع الدايق ده وبعدين الشارع الدايق لبعد وبعدين الحارة دي بتزنقني ومعرفش ارجع لا يعمل حاج وانس انك عرفت خلاص تعاني شوف كده سؤال تاني شيك قوي ايه بموليكي الرفورم لها what are the امونياليس product ربقى كويس بالراحة كده يعتبر ايزومر ايه ايه يبقى همش عايز ايه عايز الايزومر بتاعه عشان اعمل الايزومر بتاع ايه بدل بص هات اللي بعد الكاربوكسيليت كنا اخدنا مثال ازايه قبل واللي قبل ايه بعد يعني جبت ده قبل وجبت ده بعد نقلت كده خلاص يا فاند اصبح مثال بنزويت ليه الكاربوكسيليت تتحسب مع اللي قبلها بنزينة ومعها كاربوكسيليت يبقى بنزويت وميثايل لما عمله امونياليس خلاص دي سهل قوي عندك في الابن بوك يبقى مثانول او مثال الالكل وبنزا ميت بص قريتها فهمتها رتبتها وكتبتها انا عايز بقى حضرتك كده تصحصح تفوق افتح كده قنوات الفهم خلينا انا وانت على نفس الفايب كده واحد جهز الكالكوليتر بتاعك ألمك الرصاص ألمك الجاف اي حاجة عايز تكتبها فيه بتاعت الكتاب بتاع المدرسة اكتبها وتوكل على الله خش اللجنة بتاعتك منتقى الهدوء فيش حاجة اسمها اقارى الاسئلة كلها او اعمل عملية سيرفي على الاسئلة انت مش داخل تتقيم الامتحان حضرتك انت مش داخل تقول لي اه والله الامتحان كان صعب كان فوق مستوى زي ما بسمع كده بعض الطلبة كلام غريب قوي يقولك فوق مستوى الطالب المتوسط فوق مستوى الطالب مش قليلا يا فانت انت داخل تجاوب يبقى خلاص بسم الله الرحمن الرحيم سؤال الاولان عايز ايه طبق الاربع عدولة الله يكرمك اقراها افهمها كده خلاص المرحلة الاولى بتاعتها عشان اعرف الحكاية رتبها قبل ما تكتبها الاجابة بتاعتك ولو انت راجل جميل كده زي ما الكل ان شاء الله انت حياتك كلها كده على فكرة اي نوع من ديالوج كده حوار انت بتعمله ما بينك وبين اي حد اسمع عشان تفهم هو بيقول ايه قبل ما ترد رتب هترد تقول ايه تلاقي ردك في منتقى الشياء نتمنى ان احنا نكون ان شاء الله قدرنا نساعدكم نفيدكم نوصلوكم بعض القدر من الفكر لانه مراجعة والمنهج ولميت المنهج كله بتاع انت معاك الابن بوك مهم الماثدولوجي بتاعتك هتقرأ ازاي وتجاوب ازاي ساعدت بحضراتكم خلال الفترة اللي فاتت دي واتمنى ان شاء الله نكون نفعناك وبقدر وتمام يا شباب سلام يا شباب